سلام الله عليكم أهلا بكم مشاهدين الكرام سعيدة بلقائكم في هذا الفيديو الجديد تصريحات نارية للمحامية زينب خيار في قضية التهام بناني إليكم التفاصيل يعتبر ملف جريمة قتل التهام بناني هو أخطر الملفات على الإطلاق حيث توحدت الأياد الفاسدة في قتله وحرقه محاولة بدل كل الجهود للتمس وتضليل القضاء والرأي العام لكننا في ذات الوقت حالنا بحال عائلة الضحية ناثق بالقضاء المغربي ونؤمن أن الحمل على الفساد والإجرام التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نظره الله ستثمر في إنصاف المظلومين وفي معاقبة الفاسدين والمجرمين وعلى رأسهم قتلت القاصر تهام بناني في نفس السياق جاءت تصريحات محامية الضحية الأستاذ زينب خيار تقول فيها تهام بناني قتل بتاريخ 14 مارس 2007 تلك الحديثة تسببت في تظاهر صحة والده حيث قطعت رجليه وبقي عاجزا والأستاذ حيات كانت تعتني به وتربي بقية أولادها السيد الوكيل مطار رحمه الله هو الشخص الوحيد الذي نتق بالحق في 2019 وأحال الملف بتهمة القتل ضد مجهور طلبنا من الهيئة المواقرة الاستماع إلى الشهود وهم مدت النعنع وتع الحليب وحمالة الحطب وحارس الغابة وزميله ومن أمر بغسل ملابس الضحية ومن زور مكان الجثة ووعدتنا الهيئة بالتعاون بتوفير ما يلزم لإبلاغهم تم استئصال كل الأعضاء الداخلية لجثة التهامي قمنا بسؤال الأشخاص الذين حضروا الواقع في 2007 وتأكدنا من توجه الكلاب المدرب إلى المكان الحقيقي لجثة قبل وضعها في الغابة التلعبات قديمة في الملف وتم إخفاء الصورة التي تظهر رأس الضحية الدامي تم نقل التهامي بناني إلى مركز طبي في منطقة تخضع لنفوذ والد أحد المتهمين هدفنا معرفة من قام بقطع وحرق جثة الضحية وإخفائها في الفيلا ومن ثم وضعها في الغابة بعد 19 يوما لا أحد فوق القانون ويجب أن يحاسب من ارتكب الجرم أيا كان كانت هذه تصريحات المحامية المقتدرة زينب قضية التهامي بناني هي جريمة هزة الرأي العام اقشعرت لها الأبدان لسماع المعلومات الأخيرة والحقيقة أن الصورة لم تكن كلها سوداء بل أن هناك بعض النقط البيضاء التي حاولت إشعال شمعة في تلك العتمة فرغم الضغط والتلاعبات والإغراءات في هذه القضية إلا أن الراحل الوكل الأستاذ حسن مطر رحمه الله أصر على أن ما وقع للتهامي هو جريمة قتل فمنذ أشهر وعندما كنا نسمع الأستاذ زينب خيار تترحم على الراحل مطر لم نكن نفهم دوره في ترك بعض الأمل في قضاء عادل ونزيل ولكننا الآن ندرك أن بصمة المرحوم حسن مطر ستظل النقطة البيضاء في هذا الملف فالرحمة لروح القاصر تهامي بناني ولروح الوكيل الراحل حسن مطر رجل القضاء النزيه الذي أحال القضية إلى قاضي التحقيق بوصفها جريمة قتل رغم كل الإغراءات والضغوطات التي وجهها نشكركم على حسن المتابعة وإلى فيديو قادم بحول الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر